أنا شايف من وجهة نظري إن محمد واقف في حلقنا هو أسير لينا وإحنا أسرى ليه هو أسير لينا لإن كل التمجيد والتعظيم دوا بيخلينا معرفش نتعامل معه كبشر ونفهم قصته وإحنا أسراه لإن كل حاجة لازم نظبطها على تعاليمه وعلى مبدئه هو عاش في زمن كان عنده أزمة مع نفسه ومع قومه حاول يحلها بمعرفته إحنا النهاردة عندنا أزمات تانية خالص وعندنا مشاكل تانية خالص مش ممكن كل حاجة عايزين نحلها في حياتنا نرجع لمحمد ونستشيره هو كان محيطه ضيق جداً اللي بيتعامل فيه إحنا النهاردة تعرفنا على أشياء كتيرة وشفنا أشياء كتيرة ومن وجهة نظري إن محمد وقف في طريقنا إن إحنا يعني نكون في سلام مع الأمم إن نوقف في طريقنا بنا بيننا وبين العالم حاجز أخلاقي ونفسي مش عارفين نتخطها لحد النهاردة كل حاجة الحدود الوهمية اللي موجودة في ذهننا بين المؤمنين والكفار لسه موجودة من زمن محمد واللي أنا بعمله في الحلقات دي هي محاولة للتفاوض مع هذه الشخصية إن إحنا نفهمها من وجهة نظر إنسانية وننتقدها لإن لو إحنا ما انتقدناش محمد يبقى إحنا بنتواطأ مع الإرهابيين اللي بيقتلوا بإسم محمد محمد مش أهم من حياة الإنسان ولا القرآن أهم من قدسية الإنسان اشتركوا في القناة